وارجعنا لكل مشاهدي عزيزي مشاهدين برنامج الطبيب انا سعيدة جدا بالفقرة دي لان هي خاصة بكل الرجل بيشاهدنا اذا كان هو او صديقه او اخ لي عمتا هي فقرة مفيدة جدا دايما بقول ان يعني لا حرك في المرض مفيش حاجة اسمها مرض محرج لان الحمد لله احنا وصلنا لمرحلة حلوة قوي بينا نوصل لمرحلة اللي هو لكل ده اندواء وزي ما بنقول كده وصلنا ان احنا بنعالج الكنسر والمشاكل اللي احنا كنا فاكرين ان دي نهايتها نهاية العالم ولكن الموضوع بقى الحمد لله سهل المشاكل اللي كان بيفتكرها اي رجل يعني الموضوع فيها مش كويس او الدنيا برضو اتقفلت في وشه وهي مشاكل البروستاتا للأسف بيبقى فيه شوية اهمال والاهمال ده بيبقى مصحبه شوية خجل او شوية كبرياء شوية بيبقى عارفين مجتمعنا الشرقي يعني لا انا ما عنديش حاجة انا اروح اكشف على ايه لا يا جماعة احنا بنقول مرة تانية لا حيقوم في العلم واكيد اي مشكلة في البروستاتا هي هتعمل لك مشاكل تانية كتير طيب هل انا لو تجهلت البروستاتا بمشاكلها ممكن توصل معي لسرطان في البروستاتا افعلا ده ممكن يحصل بس انا حابة بقى كل المعلومات المهمة نعرفها من ديوفي اللي مشرفيني في الاستوديو اللي عاملين طفرة في عمليات يعني او اي عملية مش عايزة اقول عمليات البروستاتا لا اي عملية تخص الزكورة ونجاح كبير جدا بقينا الفترة دي اي حد نسمع عنه ان هو عامل ضجة نروح لحد عنده وده شيء ما احنا ما بنتكسفش منه لان هو لازم يكون معينا ببرنامج الطبيب عشان على قد ما بنقدر نوصل لكم اعلى ثقة خليني اراحب بتجوفنا اللي منهورينا دكتور محمد استاذ دكتور محمد هنداوي استاذ جراحة المسالك البولية وامراض الزكورة والضعف الجنسي بكلية الطب زمالة الجامعية المصرية لجراحة المسالك البولية زمالة الجامعية الامريكية لجراحة المسالك البولية مؤسس زكورة كلانك مع الأستاذ الدكتور ياسر بدران أول مركز متخصص في جراحة المسالك البولية للزكورة من الميلاد وحتى أي شيخوخة كمان لازم أرحب بديفي اللي منورنا أستاذ دكتور ياسر بدران أستاذ جراحة المسالك البولية والضعف الجنسي وأمراض الزكورة جماعة الأزهر دبلومة جراحة المناظير المتقدمة جماعة فرنسا الزمالة الأوروبية للصحة الجنسية أهلا وسهلا بيكم يعني كان لازم أخذ وقت وأنا بقرأ الإنترو المشرف ده وكمان الطايتل الكبير أوي ده أكيد مش من سهولة صح كده أهلا وسهلا بيكم دكتورة خلينا رحب دكتور محمد وأقول له إيه رأيك نخش على طول في الموضوع ونعرف يعني إيه بروستاتا لا هو أنت عملتي مقدمة أهمة جدا البروستاتا هي غدة ذكرية في جميع الزكور يعني كل راجل عنده بروستاتا لأن بعض الناس بتقول أهو أنا عندي بروستاتا ولا لأ بيستغرب قوي لما نقوله أنت عندك بروستاتا لا أي راجل إبا لازم يكون عنده بروستاتا لأن هي غدة ذكرية بتفرز 80% من السائل المنوي السائل المنوي اللي هو السائل اللي بتعيش فيه الحيوانات المنوية أوكي فلازم كل راجل هيكون عنده بروستاتا إحنا بنقول كلمة البروستاتا نقصد بها أمراض البروستاتا وبالأخص التضخم الشيخوخي للبروستاتا اللي هو بيبتدي من أواخر الأربعينات وأوائل الخمسينات فأي راجل في بداية الخمسينات لازم هيكون عنده عرض أو أكتر من أعراض البروستاتا وليه ما هياش حاجة غريبة وما هياش حاجة عيب زي ما أنت قلتي وليه حاجة مهمة جدا يعني لازم كلنا نعترف كذكور أن ضريبة الزكورة أن احنا يكون عندنا بروستاتا البروستاتا غلية مكالية هي موجودة هي موجودة يعني ما حدش يقول أصلا لا هي عنصر موجود أو هي بالزفت يعني جهاز موجود ولكن احنا بنقول مشاكلها بالزفت عشان ما حدش يقول أنه ما عنديش بروستاتا هيبقى طحة كده لازم في بداية الخمسينات هيكون عنده عرض أو أكتر من أعراض البروستاتا احنا في مركز زكورة كلينيك مهمتنا أن احنا نعالج هذه المشكلة أو البروستاتا لأنها بتسبب مشاكل في البول نعالجها بحيث أن احنا لا نؤثر على الزكورة أو القدرة الجنسية لأن في الماضي أو في السابق هيكين ليه الناس بتخاف من كلمة البروستاتا يقول لك أنا عندي بروستاتا يبقى أنا كده خلاص لا خلاص هو يقصد من ناحية القدرة الجنسية لا الموضوع لازم يتغير وإحنا بتدينا نغير هذا الموروث الثقافي أن احنا بنعالج البروستاتا سواء بالأدوية أو بالجراحات أو بالمناظير بحيث أن احنا نخافض على القدرة الجنسية ويمكن دي رسالتنا أنا ودكتور ياسر بدران بذكورك ليه هو هيبقى سؤال مهم جدا لدكتور ياسر بس خليني أخدت كلمة كده منك هسألها بقى لدكتور ياسر دكتور محمد بيقول أن من بعد سن الخمسين معنى كده أن ما فيش قبل السن ده يعني لأي رجل أو أي شاب ممكن مشاكل تظهر في البروستاتا؟ لا طبعا أكيد بعد سن الخمسين بيحصل تضخم شيخوخي في البروستاتا ولكن في سن الشباب بيحصل احتقام للبروستاتا لازم نفرق بين الاتنين لو قلنا الأعراض بتاعتدخم البروستاتا الناس كتير بالجنة أن البول بالنسبة لها بيبقى تضفق البول ضعيف جدا اندفاع البول ضعيف وبالتالي بيخش عدد مرات كتير لأن مخزون البول اللي في المسانة بيبقى كتير شوية فتحس أنه هو بيخش الحمام كتير يصحى منهم بالليل كذا مرة علشان يخش الحمام عشان يفرق بين الصحيان بالليل عشان يدخل التواليات اللي عمل بول هو عنده بروستاتا ولا عنده سكر لا لو هو عنده بروستاتا بيخش حم كتير بس بيجيب كميات قليلة دي نقطة مهمة جدا هو مش بس كده ده ساعات كمان بتوصل لأنه يجيله احتباس في البول فانضطر نركب أسطر ساعات الموضوع كمان يتفاقم أكثر وأكثر إنه هو مش بس كده يجيله احتباس مزمن في البول فطبعا يحصل ارتجاع للبول على الكليتين تضخم في الكليتين يحصل فشل كلاوي أو ارتفاع في وظائف الكلا ارتجاع وارتشاح ولا ارتجاع فقط لا ارتجاع وتضخم في الكليتين وارتفاع في وظائف الكلا وممكن يؤدي إلى فشل كلاوي فاحنا هنا بننبه جميع الرجال اللي فوق سنة خمسين سنة لو عنده أعراض للبروستاتا تضفق البول ضعيف البول بيقطع منك دخول حمام متكرر بتصحم النمبل لها عشان نخش الحمام الحاجات دي كلها بتبقى مزعجة جدا للرجل الكلام ده مش بس بيأثر على الرجل من الصحة المرضية لا كمان بيأثر كمان عليه من الصحة الجنسية يعني أي حد عنده مشاكل بالمنظر ده مش هيقدر يقيم علاقة زوجية حميمية بصورة طبيعية طبعا هتلاقيه موجودة عنده مشاكل في البروستاتا وهتلاقيه موجودة عنده ضعف انتصاب هو ده الربط اللي بين البروستاتا وضعف الانتصاب لانه في ناس كتير قوي بتربط البروستاتا بضعف الانتصاب طيب خلينا نوجه سؤالنا الدكتور محمد ونقول له ايه رأيك تشرح لنا الصورة العشاشة لما بنبص على الشاشة احنا شايفين الكرة اللي فوق دي دي المثانة الكرة اللي تحتها دي البروستاتا اللي بيعدي في النص ده مجرى البول فاحنا علشان نقول هي ايه البروستاتا تحيط بمجرى البول حاطت السوار بالمعصى يعني هي دايرة حوالين مجرى البول اذا تضخمت البروستاتا زي الصورة اللي على الشمال تبتدي تدوس على مجرى البول تخنق مجرى البول فيبتدي التبول يكون صعب ما يخلصش كله يتحول شوية فيضطر الواحد ان هو يخش الحمام اكتر من مرة ما بيفضيش البول اذا زاد الحد عن هذا الوضع يبتدي البول يرجع على الكلا زي ما دكتور ياسر قال تبتدي الكلا تنتفخ ما توقديش وظفتها وندخل في مشاكل الفشل الكلو الموروث اللي عند الناس ان البروستاتا معناها ان القدرة الجنسية ابتدت تضعف او انتهت دا الارتباط لان هو اي اصارة جنسية بتؤدي الى احتقان البروستاتا وضغطها على مجرى البول اكتر فيبتدي ان هو مجرد ما يفكر في الجنس يلاقي نفسه عاوز يخش الحمام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة